أنا بقول لك ده مواضيع مفهاش مشروعات محددة للإنجاز زي بقول أحراك عبد الناصر في خلال التلاتين يوم الأولى كان على مكتبه دراسة ددوة ابتدائية لمشروع السد العالي رعام اللجنة من أسازة الجامعة ومن وزارة الزراعة ومن وزارة الرأي ومن ضباط سلاح المهندسين في الجيش المصري وبعض الخبراء عشان يطوروا دراسة الجدوة يعني أنا فتحت الصفحة دي بالصدفة يا جماعة عشان ما تقولوش أنه في مقصود أي حاجة ففيها عشان أنت قلتلي أنا فهمت هو كلمتين وإيه لدبوس الكبير أو اللي أنت جايبه ده ديئة واحدة خفض معدلات البطالة الأقل من 7% ديئة واحدة بس عشان نوري لنا الإصلاح المؤسسي مكافحة الفساد في الجهاز الإداري للدول ده ابتدوا فعلا أنه هم يمشوا ناس تفعيل أدوات التمويل الإسلامي إنشاء مؤسسة أهلية للزكاة استخدام أموال الزكاة والوقف في خدمة المجتمع وحماية الفقراء أنا بقول لحضرتك من واقع قبرة الشخصية وفي موقعتين محددتين وأوز حد من مؤسسة الرئاسة عشان مش عاوز أتكلم كلام يتخذ عليها قانونين لو يتصلوا بي يقول لهم موقعتين فساد محترمين فأحق في وزارتين كبار أنا بقول لحضرتك فساد متوضب ومستتر وأسوأ ما يكون وضد مصلحة البلد تم في خلال الشهر حضرتك عمل لنا بلاغ لنيابة العامة على الهواء لنقبل العامة لنقبل العامة أنا بقول لحضرتك أنا يتصلوا بي أقولهم ومش عايز تقول عندنا ليه لا ما قدرش أقول لأن أنا ما قدرش أحط بلغ الشعب ماللش فمسؤولية إحنا في دولة قانون مش دولة رئاسة احنا في دولة قانون أنا بقول لحضرتك الفساد موجود طب ما تقول لنا فين هو مش هيقدر عليه إلا لو عمل جهاز محترم متخصص فقط لمكافحة الفساد يضم فيه يضم إليه الخمس جهات اللي هي الرقابة الإدارية المحاسبات الجهاز المحاسبات النيابة الإدارية ده حتى النيابة الإدارية مش عاوزين يحط لها موقع في الدستور تخيالي؟ يعني النيابة الإدارية تم إنشاءها كهيئة مستقلة بعد دستور 71 فما كان لهاش مكان لم ينصوا على ذكرها كجهة فأنا بقول لحضرتك الكلام ده قليات تنفيذه والوصول به للمساطر اللي هنقيس بها التقدم مسترة التقدم لها إياسات لازم نقيس إحنا حقا ناية الإياس ده لازم يتقاس بمسترة ما ينفعش أقول كلام عام زي اللي حصل النهاردة في الخطبة لا ما قالش كلام عام قال كلام محدد أنا أقول لحضرتك تفضل بس أنت لازم تقولي البلاغ دلواتي على هاو أنت قلت في حالتين فساد حسيبك تخلي واحدة وتقول لنا واحدة اتفض يا فنم أنا قدمت بيهم مذكرات قدمت بيهم مذكرت طيب خلاص بدعم قدمت قولي الوقائع مش ضروري ما تقولش الأشخاص ما تقولش الأشخاص لأس الموضوع أنا عرفته لأن أنا داخل فيه شخصيا فما درش تكلم عن موضوع شخصي ده فساد فساد وتقدمت بيه بتلبات كلمت رئيس نقابة المهندسين وقلت له على الواقع اللي تمت وقلت له ده ضد قانون النقابة وفي نفس الوقت لا يصل بيصلحة للوطن وفي الواقع الثانية قدمت للوزارة مش هتحالل عليك أكتر معلش بس أنا بس قولي فيه فساد وفساد زي ما كان ويمكن أوسخ أسوأ يمكن أسوأ أسوأ يعني ما أقولك موجود لأنك أنت هصير الناس الزي في 24 ساعة إنما لو كان فيه عقاب واضح وصريح واللي يتمسك يتحاسب حساب عسير وتشغل الأجهزة الرقابية كلها مش هيوصل للهو عاوز إنما في الآخر إحنا عاوزين إيه إحنا عاوزين الناس تأكل والناس تتوظف ونقدر نزرع أرضنا أو نطلع أكلنا من بلدنا علشان الفجوة الغذائية ما بين اللي منستهلكه واللي منستورده يقل وعشان ميزان التجاري يتعدل شوية وعلشان اطبق الدنيا من المجتمع المصري داخلها يزيد هو دي الأهداف الرئيسية نقدرنا نوصل لكده يبقى حققنا جزء من أهداف الصور أنا بقول لحضرتك هل هناك مؤشرات إن فيه تنمية حققية مستدامة في مصر بالتم أنا بقولك أنا مش هيك مؤشرات والخطبة النهاردة ما كانش فيها بالنسبالي أنا غير حاجة مجابة واحدة بس إن قالها نجيب حقوق مصري للسرائد أنا أقيده في هذا إلى أبعد الحدود ودي فعلا المجاشة المنهوبة في الداخل أم في الخارج؟ في الاتنين ما هو تكلم عن الداخل هو تكلم عن الداخل ما تكلمش عن الخارج؟ لا بس لازم جيب الداخل الخارج كمان بس هو تكلم على إنه هيجيب حقوق مصر المنهوبة في الداخل وضرب أمثلة على فكرة بالشركات دي أنا عجبتني جدا ليه بقى لما هو سيادته تكلم الخمس خطب إياهم اللي عمله من يوم 22 ستة اللي هو كان في المؤتمر الصحفي في القوى السياسية وبعدين في التلفزيون ومدان التحرير وخطب اللي عمالها أثناء الرئاسة لم يذكر فيها لإعادة الأموال المنهوبة فيظهر كان مدكينها يعني وهذا كويس الناس طلع بيها الأحراك بسيطي على ترتيب إجمال الداخل المصري ما بين الدول كلها هتلاقي إن داخل مصر ما بين الدول ترتبنا الستة وستين طيب ما ده كويس جدا بالزبط يعني العالم فيه متين دولة لو إحنا ترتبنا الستة وستين إيه الغلب والفقر اللي إحنا في ده ده بالنسبة لألفين وستة الأموال المتحدة اللي حصلت عليها ده أنا كنت فاكر ما دلوقتي بقينا كه ما لا ما مش هنت تختلف كتير أنا عايز أقول أحراك إن داخلنا مش وحش ولكن مسروق أي وداخلنا مسروق مسروق يعني إحنا نمرز ستة وستين على مستوى العالم ونبقى في الحالة دي يبقى في خلل هو حتى أسبوع النهاردة في نقطة مهمة جدا الأراضي التي خصصت بمئتين جنيه الفدان أكلمنا فيها قبل الثورة كتير ده إحنا لسننا إتبارة على أراضي مصر المنهوبة في الداخل بالزبط دي حققت أرباح خطيرة جدا وراهيبة جدا اتباعت للشركات النبية معلش ولو أشخاص ما بني على باطل باطل وقانون الدولي بيقول لو في فساد بتوقف العقود كلها ممكن تختل فإحنا النهاردة هو حط إصباعه على الحتة دي أيوة دي الفلوس دازم ترجع يعني نعرف إحنا مثلا أرضي لخدها شركة إعمار ودفعت مليار جنيه لشفيق جابر فكرة حركة القصة دي عشان يطلع المليار جنيه كان جابوه منين إلا لو جابوه من ثمن الأرض يبقى على الأقل ثمن الأرض تبقى بمليار جنيه أقل فإن إحنا نجيب الفلوس دي هتخليها نبطل هناخدها من أعمار ولا هناخدها من شفيق جابوه هناك ناس بقى متخصصين في المالية طبعا من شفيق جابوه ده لازم نرجع لازم نرجع المليار طبعا خدهم بإيه على أي أساس إنه هو اشترى وباع لشركة أجنبيه لا فكان شريك وخرج دفع مثلا مبلغ بسيط جدا في الشراكة طلع اللي دفعوا عليه مليار جنيه في خلال شهر ونص يعني يكسب مليار جنيه في شهر ونص وقال من شهر ونص ينفع الكلام ده إلا لو كانت تمن الأساس اللي يخلي أعمار تدفع مليار إنها واخدة تمن أرض فيها فعلا مكسب كبير أنا لا أظلم مع أمار أعمار احتمار تكون هي نفسها تكون أعمار هي نفسها انظلمت يعني بس هي دفعت فالموضوع ده ده معناها أن الأرض قيمة جدا يعني أخذها بأرخص من استعراع الحقيقي وإلا ما كانت تطلع عليها مليار جنيه طبعا طبعا ما هو مش هو الوحد يعني فيه ناس كتير خدت أنا عاوز أقول له حراك النقطة دي لفتت نظري وأنا أحيي فيها وأرجو أن يستمر ولكن بنفس الروح يشوف برضو الفلوس اللي اتهربت ومين يلوقف على تهربها لما نكون ده مصر نمرة ستة وستين على العالم وإحنا لسه بلد لأنه شكل غير واحد وواحد من عشرة في المئة من سكان العالم فإحنا بلد غنية ده حاجة يعني أنا مش بصدق أمال إحنا ليه فقراء وغلبانين والناس مش سأي تاكل وليه عندنا أربعين في المئة تحت حد الفقر علشان هذا الدخل مسروق مش نازل للشعب وحتى اللي بينزل فيه سوق توزيع نقول هل هناك فرصة أن احنا ننمي بالقدرة الذاتية المصرية نقدر نشغل خبراءنا نقدر نشغل أبنائنا ونشغل الفلوس اللي موجودة في المنوك والمنهوبة لتنمية مصر يبقى لابد من استعادة الأموال المنهوبة في الداخل واسترداد حقوق مصر بالضبط يعني هو قال احنا ممكن نجيب 100 مليار جنيه من الداخل 100 مليار هو ألف الخطبة كده يبقى احنا نروح نمدي إدنا عشان ناخد أربعة وسبعة من عشر من البنك الدولي اللي في يوم من الأيام رفض يمول التنمية لحقيقية مصر الساد العلي وبالدهنة عشان فيها نصراح هنصرفها في ساد العجز مش مشروعات تنموية وبعدين قطر قالت حدي 2 مليار زي ما قالوا في الجرائد هتدي 2 مليار حطوم وديع يبقى ترفع درجة اعتمال بتاعنا شوي اتشفت انهم حطوا هيحطوا 18 مليار وديع هحطوا نصف مليون الأول وما طلعش وديع ما طلعش وديع لا بيشتروا بيه حاجات بيشتروا بيه حاجات ازاي هرمس انا سمعت من رجل بنوك كبير مبارح وانا في اسكندرية ان النصف مليون اللي اتحط ده هيستخدم لشراء حاجات في مصر يعني شوپنج دي فلوس الشوپنج يشتري شركة هرمس وانا زعلان جدا من اولاد هيكل انه يوعوها انا كنا مبسوطين ان دي تمتلكها مصريين ببحة او بحة وعاوزين يشتروا البنك الاهل السستي جنرال في خبر هنا اقوله لحضرتك وتعلق لي عليه في خبر النهاردة المصري اليوم الخبر ده خبر عاجل مصدر بالمركزي بيقول بنوك اماراتية وقطرية ومغربية ترغب في شراء مصارف مصرية قال مصدر مطلع بالبنك المركزي ان البنك تلقى خلال الاسبوعين الماضيين طلبات من عدة بنوك اجنبية للاستحواذ على بنكي بي ان بي بريبة وحصة متهمة مجموعة سوسيتي جنرال الفرنسية في رأس مال البنك الاهلي سوسيتي جنرال اضاف ان المركزي لا يزال متمسكا بموقفه الرافض لمنح رخص مصرفية جديدة مؤكدا اه يعني عشان البنك المركزي ما بيديش رخص جديدة فهو ما بيشتروا بنوك موجودة حاليا اعرف حصل ايه لما بنك مؤكدا انه من غير المطروح زيادة عدد البنوك العامة في السوق خلال المرحلة الحالية واشار الى انه بامكان المؤسسات المالية والبنوك الاجنبية الرغبة في الدخول للاستثمار بالسوق المحلية من خلال الاستحواذ على بنوك قائمة بالفعل اه يعني احنا دلوقتي هنغير الملكية الفرنسوين هيخرجوا هيخش رؤوس اموال من دول اخرى تفضل اي فانده حراك شفت فيلم زوربا لاجريك ايو فاكرة الست اللي كانت في القرية وحصل لها وقربت تموت ايو وهي على فراش المرض حصل ايه بيتها شوف الناس طلوا واخدوا كل حاجة في البيت ازاي ايو وحراك بتقير الكلمة جاه في ذهني هذا المشهد يا ازاي يعني كل الناس عايزة تلحق تنهب في مصر تاخد حاجة اوه انا مش قادر اصدق نفسك لا مش في مصر شوف اقولك حاجة بلقتي لا البنك المركزي لن يسمح بذلك لا البنك المركزي هذه هو بقرار أنه للمشاهزون يفتحه بنوك في يسمح بذلك ما قال لكم مش هفتا فتحهوش به بنوك فهو عاوز يفتح بنك في مصر البنك المركزي منعه فراح يشتري بنكنا أنا مستح Carne يصدق إليه الكنحى للبنك المركزي من اللي عاوز يفتح يفتح لو جاي أنت عاوز تمارس بنك في مصر عاوز تخسر يخسر لو أنت شايف أن البنك المركزي اللي يفتح هيخسر مصير ويخسر إنما أنت بتجبر هذا الرجل اللي نروح يشتري بنكنا يبقى موقف البنك المركز هو اللي عاوص عليه سؤال شوف يبقى تاني طب أنا عايز أقول لك يعني مثلا بيقولوا إنه أدافت الصحيفة أن بنك سوسيتيت جنرال دخل في مباحثات مع بنك قطر الوطني لبيع حصته الأكبر في بنك سوسيتيت جنرال الوطني في مصر والذي تبلغ قيمته السوقية نحو 2.4 مليار يورو من اللي هيخذه؟ فرنسا أنت فاكرة مصر اللي هتاخدهم؟ آآ أنا فاكرة أن مصر اللي هتاخدهم أفني محرك يعني لا اسمحي دي مصيبة فرنسا اللي هتاخدهم؟ طبعا أنا لأحصة كالتمنها نيكلة هتبحها بخمسة جنيه والفرق بتاعته وتمشي طبعا فرنسا اللي هتاخدهم طب ومصر مستفيدة اي من ذلك؟ ولا حاجة طب وهم البنك قطر عايزة تدخل لي يعني هل مصر فيها مجالات استثمار عظيمة؟ ده تسأليهم في هذا بس أعاوز أقولك أن المبلغ اللي قالوا وحطوا لخمسمائة مليون مش هيبقى وديعة ده بيشتيروا به وأي مبلغ هجيبه هنا هو هيشتيروا به بزي ما احنا فاكرين أنه وديعة وهيسبب رخاء لمصر ولما سوتيت جنرال تدبع ونسمع رقم 2 و 4 مليار ده مش داخل جيوبنا ده رايح لشتركة فرنسية اللي كان تمتلك هذه الأسهم واللي احنا كبرناها لهم على حسابنا إذن إحنا عندنا مشكلة جامدة في مفهومنا للتنمية ومفهومنا للأموال اللي جاي من الخارج ومفهومنا للإستثمار مش كل أجنابي جاي يشتغل عندنا يبقى جاي يستثمر أو قد يكون جاي يستغل كان يكون جاي ياخد ويمشي زي ما أنا مرة سمعت يقولك شركة كذا بتروليا مش شركة أوروبية كبيرة بريتش بترول هتستثمر 11 مليار أين بريتش بترول عارفة إيه 11 مليار عبارة عن إيه أبارة عن مؤدات جابينها من بره تنقب وتمشي تنقب وتمشي؟ أه المبلغ ده أبارة عن مبلغ للمؤدات بتاعتهم لمرتبات الخبرة للأجهزة اللي جاي تشتغل تنقب وتاخد بترول وتمشي يعني هنستفيد إحنا منه إيه؟ ولا حاجة طلعنا بترول عشان ياخده نصه بل بالعكس سمعت إن فيه اتفاقي ياخده كله ياخده كله إزاي؟ أنا عاد أخش في موضوع يعني هو جاي ينقب عشان ياخد البترول يخرج إزاي يعني؟ يعني هو الاتفاقيات حلم بياخد نصه هنرجع تاني زي بأيام اللي أخلوه؟ الاتفاقيات بتاخد نصه اليوم السابع كتب قال الاتفاقيات تمت بعد 45 يوم من الثورة ياخده كله مية في المية وإحنا نشتري منهم بالإيه؟ بالسعر العالمي دي جريمة في حق ممتلكات هذا الشعب شوفي حضرتك نفس القصة حسين سال وأسوأ مش عادة أقول الكلمة اللي أنا قلتها أوسط كتو لا خلاص مش هتقولها تاني جاء هنقول أسوأ أنا ما خدتش باية أسفت أسفت شوفي حراكة فنهم هي لغة عربية أوسط برضو بس يعني فيه دعي نقولها شوفي حضرتك